اشتركوا في القناة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة حول مجمع السجون المفتوحة والذي يتضمن مبنى للتعليم تم تجهيزه وفق احدث النظم التعليمية الحديثة من خلال تزويده بمختبار للحاسب الالي ومكتب تعليمية كما تفقد معالي احدى الوحدات السكنية والتي تم تأسيسها بالشكل الذي يضمن تقديم الخدمات والاحتياجات المعيشية بالاضافة الى مبنى النادي الرياضي وما يشتمل عليه من نادة صحية متكامل ووحدة للالعاب الذهنية واخرى للتواصل الالكتروني كما اطلع معالي وزير الداخلية على ايجاز قدمه مدير ادارة العقوبات البديلة تضمن استعراض الجهود التي قامت بها الادارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز مجمع السجون المفتوحة وفق المعايير الحقوقية التي تضمن توفير كافة الحقوق والخدمات للنزلة وتطبيق معايير حقوقية مدرسة بدقة وبهذه المناسبة اكد معالي الوزير ان هذا المشروع الحضاري والانسانية تجسيدا لمبادئ العهد الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة ودعم واسناد من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وأوضح أن برنامج السجون المفتوحة يأتي استكمالا للنجاحات التي تحققت في مشروع العقوبات البديلة ويشكل إنجازا نوعيا ومشرفا في ملف حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المملكة وسمعتها المرموقة إقليميا ودوليا منوهن إلى أن حقوق الإنسان في البحرين إرث حضاري وجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع وواقع إنساني تجسده الحقائق الواضحة وأضف معاليه أن برنامج السجون المفتوحة جزء من مشروع العقوبات البديلة ويأتي كمرحلة تسبق برامج تنفيذ العقوبات البديلة ويستفيد منه عدد ممن قضوا فترة من العقوبة بمركز الإصلاح والتأهيل تمهيدا لإدماجهم في المجتمع منوها إلى أدنى البرنامج نموذج واقعي للبرامج العصرية في مجال حقوق الإنسان وأنظمة مراكز الإصلاح والتأهيل وأحد البرامج الفاحرة التي تنفذها الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والحقوبات البديلة في مجال تعزيز الأمن المجتمعي تجسيدا لستراتيجية وزارة الداخلية القائمة على احترام حقوق الإنسان وفي ختام زيارته لمجمع السجون المفتوحة أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص شكره وتقديره للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ودورها المتميز في تنفيذ البرنامج وتوفير التجهيزات التي يتطلبها في فترة زمنية قياسية وتطبيق معايير دقيقة وفاعلة تضمن نجاح البرنامج واستمراره في تعزيز المسيرة الوطنية لحقوق الإنسان كما أعرب معالي الوزير عن تقديره للجهات التي ساعدت في تنفيذ البرنامج والدور الذي قامت به مؤسسات والقطاع الخاص في هذا الشأن